السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي ليكم جميعا استنوا سنية واحدة عايزكم في موضوع مهم جدا تحياتي ليكم جميعا وتحية من قلبي تنمس قلوبكم جميعا بإذن الله النهاردة هنعمل وصفتين عسل قوي بس أنا مش هقول على اسمهم انتي اللي هتقولي على الوصفة دي هنستخدمها لكذا أول لما تعرفي شوفي الدقيقة بتاعة الفيديو كام واكتبي أنا عرفتها في الدقيقة كذا نقول بسم الله اللهم احسن ما بين أيدينا وصلي على سيدنا محمد نبينا واكرم كل من يستمع ويضع لايك لنا اللهم آمين يا رب العالمين هنجيب الطبق بتاعنا ده كده وأول حاجة هننزل بيها القربوناتو شايفين معلقة صغيرة جدا من القربوناتو يمكن يعني تعتبر ربع معلقة صغيرة من القربوناتو وعارفيني القربوناتو وفويتها ومش هقولك لإيه طيب عشان لو أنا قلت لإيه انت هتعرفيها عم تاني تاني حاجة احنا هنستخدمها هنا بقى هيبان الكوركم شايفين معلقة صغيرة من الايه من الكوركم ممكن نص معلقة من الايه من الكوركم طبعا كده احنا عرفنا اللي احنا هنستخدم حاجة للبشرة ولكن هي ايه انت اللي هتعرفيها برضو طبعا ايه هنقلب كل المكونات دي سواء الكربوناتو او الايه الكوركم بتاعنا اهو بعد كده هننزل طبعا احنا عارفين الكوركم الكوركم يعني مالك إزالة للتصبغات مالك في كل بص في كل حاجة كده حتى في الالتهابات بيقدر يشد الايه الالتهابات وكمان في نفس الوقت اللي هو بيقدر يفتح الايه البشرة برضو مش هقولي الوصفة هنستخدمها لايه انت برضو اللي هتقولي بعد كده هناخد معانا معلقة من النشا اهو معلقة من النشا اهو يا جماعة اهو معلقة من النشا طبعا معلقة من النشا عشان تقدر تفتح لنا البشرة برضو مش هقول احنا هنستخدم هنا لايه طبعا احنا ايه هنقدر نقلب كله لازم نقلب يا جماعة اهو لازم نقلب المكونات دي عشان اللي جاي حاجة مهمة جدا 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 هنقلبها تمام طبعا عارفيني انيش هتقدر لها تشد الزيوت الزيادة في الجسم عندنا أو البشرة في الناس الوقت مفتح ايه مفتح قو بعد كده هناخد معنا معلقة كبيرة جدا اهو معلقة كبيرة من الايه من البن او القهوة زي ما انتم بتسموها وايه هنقدر نقلب اهو هنقلب فيها كده هنا بقى يجي بقى مرحلة الايه العجن هنعجم بايه بمية لا اما اللي هنعجم بايه هقولك بقى احنا هنعمل ايه بالزبط هنيجي بقى بصوا مية الورد شايفين مية الورد هناخد حبة زغيرة جدا من ايه من مية الايه الورد اهو ونفضل نقلب فيها كده اهو هنفضل نقلب فيها هنحط حاجة تانية طبعا احنا هنحط حاجتين تاني عشان لزوم اللي هي ايه تبدأ تعمل معايا التفاعل والكفاءة الايه الكاملة عشان اقدر استفاد منها الاستفادة الايه القصوى ايه هي بقى هقولك اللي هو اول حاجة هناخدها زيت الايه اللوز هنا بقى ممكن تستخدمي زيت الورد مفيش مشكلة جدا لو احنا استخدمنا ايه زيت الايه الورد هيبقى عندك مفتح قوي جدا هيخلي كل البشرة دي برضو يعني حاجة كده خيالية مش هتكل سواد السنين كده بانتوا عرفتوها كل سواد السنين هتلاقي مشي يعني ما بقى لهاش له اثر هيمشي جدا بس قبل ما نعمل كلام ده لازم نعمل مقشر وهورهولك احسن مقشر تقدري تعملي كده احنا قلبنا بعد كده بقى هينجي بقى ايه لدور قوي جدا لاغنة عنه في الوصفة دي لاغنة عنه هو ايه بقى هقولك ايجي بقى لأفضل مقشر انت تقدري تعمليه اول حاجة كده هنجيب البولة بتاعتنا كده وهننزل طبعا باول حاجة كالعادة اللي هو ايه معلقة من السكر اهو طبعا عارفين السكر وحلوته في عملية ايه التأشير بعد كده لازم ولابد اللي احنا نختار حاجة قوية جدا في عملية ايه التبيض بتاع الجسمه في نفس الوقت ترتيبه في نفس الوقت تحفيز الكولاجين وتفتيح ايه البشرة بتاعتنا فهناخد ايه هناخد معانا معلقة من الشاي الاخضر شايفينه ايه طبعا ايه انا طحنته جبته وطحنته وفي نفس الوقت بعد لما طحنته عملت ايه ابتديت اللي انا ايه يعني هنخله عارفين انتو المنخل دوت او المصفة ايه ايه عشان الشوائب اللي في ايه ما تقدرش تأزل ايه البشرة طبعا هنقلب في بعض هنا او هنقلبه كده هوت على طول بعد كده بقى ييجي بقى ايه انا اخد حبة بس ايه كمان اهو وبعد كده بقى ييجي بقى ايه مرحلة ايه الزيت اي زيت انت عايزاه لو انت مسلا عايزة زيت زيتون ما فيش مشكلة لو انت عايزة مسلا زيت وردة عشان يساعد في عملية التفتيح ويبقى حلو قوي انا هنا اخترت زيت اللوز اهو عشان ابدأ اغزي المناطق دية لان المناطق اللي فيها سمرار محتاجة ايه يا جماعة محتاجة تغزية وفي تفسي الوقت المحتاجة ايه تفتيح يبقى انا اخترت اللي انا ايه ابدأ اغزيها لو انت عايزة تفتحي فيها برضو ما فيش مشكلة اهو لو انت عايزة على سبيل المثال تديها تفتيح زيادة ماشي ما فيش ايه ما فيش مشكلة كده ايه انا عملت المقشر اهو وفي نفس الوقت عملت الوصفة بتاعتنا دي نيجي بقى لده احنا ليه احنا هنا حطينا البيكن باودر او الكربوناتو بمعنى اخر حطيناهم عشان خاطر يبدأ في عملية ايه التفتيح بتاع البشرة يكون اي فطريات اي حاجات موجودة من كده يبدأ ايه يشيلها تماما طبعا بالاضافة للكركم ملك التسبغات والتفتيح طبعا يقدر يشيلوا النشا معروفة في التفتيح حاجات كده حطيناها هنا رهيبة اتمنى اللي طبعا يبقى احنا كده هنستخدم الوصفة دي في تفتيح تحت الايبت والركب والاكواع عشان تبدأ اللي هي ايه تبان بيضة حتى سوال السنين ده او الاي سنوار يبدأ يتشال اتمنى اللي انت تقولي انت عرفت الوصفة دي في ايه وتكتبي معايا او تكتبي كمان الدقيقة اللي انت عرفت فيها عشان اللي انت اتمنى اللي انتو حضرقكم تكتبوا انتو عرفتوا الوصفة دي لإيه في الدقيقة كام شكرا لكم و تحية من اخوكم لكم جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة